موسيقى 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 بينا نسوي إحنا وإحنا باقي للموت هنا رحمة على والدي الله يوفقكم إن شاء الله الله يوفقكم رحمة على والدي رحمة على والدي قرمه وظاهري عملية وظاهري العد والما عد ولا واحد يعملي ولا واحد جابلي ولا واحد طاني يشهد الله من جاب الخاف أنا جاي طرفه غذية وعيشية وريو ما واحد جاب ليه وليه تم ما واحد قال ها جاي بثري ما واحد قال ولا أدي لشهر ظلت يام الله الله يوفقك أما أنت أما أما حسين على رأس المحسين أبن الناخ بأقصد ظهري أقصد مش لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الصوتكم نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة اليوم طبعا استمرار بالحديث عن ثورة التشرين وهناك دعوات لمليونية يوم غد الجمعة من قبل اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة التشرين هدف هذه المليونية هي للتأكيد على المطالب بإسقاط النظام وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة وإنهاء هذه العملية السياسية الفاسدة التي جاءت مع الاحتلال الأمريكي ودعمت إيرانيا ومويلت من أموال العراقيين ودمائهم هذه العملية السياسية التي جثمت على صدور العراقيين والتي ترفض فيها الأحزاب الخروج وترك العراق للعراقيين المليونية للتأكيد على الإصرار والتأكيد على الاستمرار والثبات وأيضا لإثبات الصورة الواضحة لمن هو متواهم ربما بأنه قد يؤثر بشكل أو بآخر على ثورة التشرين يؤكد العراقيون أن الثورة هم الذين يقودونها لا قيادة لهم ولا مرجعية سوى الوطن هكذا رفع المتظاهرون الشعار منذ أول يوم في تظاهرات ثورة التشرين نود بداية أن نتابع مع حضراتكم طبعا توافد عدد كبير من متظاهري قضاء الرفاعي إلى ساحة اعتصام مدينة النصرية في محافظة ذيقار شاهدين الكرام معنا الآن السيدة أم رحمة من السليمانية تفضلي يا أم رحمة السلام عليكم أخي العزيز وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طبعا أنا قدم تحياتي وسلام قناتكم المفضلة شكرا جزيلا قناة العائلة العراقية الأخيلة نعم طبعا أخي العزيز أنا أحب أقول لك قبل كم يوم أقولي واحد اسم محمد من السويس نعم طلب من الأخوان المناطق الغربية يطلعون إلى المناطق الجنوبية نعم بين أخي أنا من أحتيك هسا أنا من صلاح الدين نعم مهجرة صالة ست ثمين بسليمانية نعم أول ما طلعت المظاهرات الغربية اللي ضام راسي استفتاني منفت بيها وثوانا دواعش تنظيم قاعدة أم رحمة وهالجرونه أم رحمة وكتلة وزلمنا اسمح لي أخي العزيز كتلونا وهالجرونه ووجينا هسا إحنا من اللي يطلعوا يا أخواننا الأهل الجنوب إحنا والله ندعي لهم يا ربي إن شاء الله برضا وسلاما إلهم نعم وإحنا قلوبنا وإياهم وإحنا أخوان إن شاء الله سنة والشيعاء ما نسترق أبدا نعم لماذا السيد السستاني ما يطلع حتى يفتي هاي الشباب اللي تروح بعمر الورود يوم يدين قتلون لماذا ماذا يفتي السستاني وطلع رأسه ويحكي ويقول هذول ليش يدين قتلون شو يذنبهم نعم لماذا لماذا القدر اللي مهدوم بإيران والمقاعميل ما يفتي بهذول الشباب اللي ديروحون كلها قدر بعمره بورود ليش مم ليش فإحنا المناطق الغربية منه ما ظل بها حتى زلمها خلصت ما ظلت غربت النسوان والجهار وهسا حايرين بعيشتهم نعم نعم وإحنا هسا نقلوك لو إياهم وندعي لهم احنا بالصلاة الأخوة نهسل بالمتظاهرين كلهم إن شاء الله يا ربي بردا وسلاما عليهم وهم الفائدين وإحنا أمننا بالله وبيهم إن شاء الله ينخلصونا من هاي الأحزاغ الكافرة الإيرانية الفرس المجوز هذولة اللي الله جابهم من عرف مين دمره والعراق دمان شامل من قول غير حسبي الله ونعم الوكيل عليهم شكرا يا سيدة أم رحمة كنت معنا من السليمانية أبو حسن من البصرة تفضل يا أبو حسن أبو حسن سيدة أبو حسن موجود غير جاهز الاتصال أسماء من ديالة تفضل يا أسماء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحديث كوني كونك بلقيات أستاذ الخرمال أفوان إستاذ الضالت عزة عدم الضرنة مضمان قطع الخاص شوي شبط وموجودين عندنا نعم ايه طبعا أكمل الكلامين إن شاء الله أستاذ مضااقر بالبغداد وحافظات مستمر إن شاء الله نعم والثماء أيضا رح تطلع مضاقرة بس ما محددين يومي طلعون مضاهرة كبرى مثل ما طلعت بغداد وحافظة يعني يعني اتقلت شى هاد الموافقات احنا رح تصلا مظاهرة في القبرة بس ما محسديني يا يوم يعني عن قريب نعم يعني لا هذا ما تقول سليمان انت محافظة تبية وحنا سعالتين بيها تقبلنا هوتا بمخمس كهرباء وقرب عشر ساعة ساعة من قبلنا بعد ساعة ما كهرباء إلا نفط أقولها كهرباء فالناس يضرعون وهذه الحكومة اللي حسب الأقليل نعم يعني احنا يعني ما عدنا شي يعني هسا قحشوا يا كهرباء ماكوا عاشين على المولدات يعني الله يقبل هالحكومة هسا يعني حقهم الناس الظاهر يعني هالحكومة يعني الناس بلد من حقهم يضرعون يظاهرون هاي اللي قبلي قالت سنوات احنا مهجرين نعم نعم من 2007 من 2008 احنا مهجرين طالعين يعني من بيتنا نعم وين هاي الحكومة اللي ما تقول خلي الناس ترجع البيوتة وين ماكوا نعم اسماء انا اشكرتش اسماء كنت مانا من اديالة هذا هو لسان حال العراقيين بشكل عام لو كانت هذه الحكومة حكومة فعلا تمثل العراقيين لما خرجوا عليها ولما طالبوا برحيلها واسقاط هذه العملية السياسية الفاسدة لو كانت هذه الحكومة تهتم بشؤون الناس وترعى حياة المواطن وتراعي حقه في الحياة والعيش الكريم لما خرج عليها العراقيون أبو حسن من البصرة مرة أخرى عاد إلينا من جديد تفضل يا أبو حسن حياة كلا أبو حسن تفضل أبو حسن صوتك دا يتقطع مواضح وعليكم السلام ورحمة الله صوتك غير واضح يا أبو حسن صوتك غير واضح أرجو منك تعود لاتصال مرة أخرى شكرا لك سيد أبو زهراء من الإعمارات فضل يا أبو زهراء يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دونك كيف حالك حياك الله أهلا وسهلا هذا واجبنا يا أبو زهراء الله يسلمك الله يخليك الله يحفظك الله يبارك بيك صحيح صحيح ومن أجدادنا لا بانا إلى يومنا هذا إحنا ناس خوان نعم ماكو تفرقة إن شاء الله إن شاء الله بجاه على الله وكل من عند جاهد الله تفرقه ماض نعم وندعي من الله أن يشيل يشيل هالناس هاي اللي قاعدة على قلوب العراقيين هاي اللي نسوا يروحه سياسيين ونسوا يروحه سلطة ونسوا يروحه حكومة نعم اللهم ربي بجاء كل من عنده جاء عنا كأنه يشيل هذوله ويخليهم في أماكنهم الخاصة بيهم نعم ويفك العراقيين منعتهم نعم أما أنا شقول أقول لأختي المتصلة اللي هي اللي هي أمرح ما يمكن نعم أي بالنسبة للسيد السستاني السيد هو تغير فما أنا وهم أنت هو رجل مرجح يعني عام باعتبارة نعم وبعض الأحيان ما يريد الضرر للناس خاف يحكي لأحكاية تسمعني مثل الفتوى العامة غيرها ويصير عندنا ضرر وهذا شيء هو يحرفه يمكن أنا ما حرفه نعم أنا أريد أسألك سؤال سيد أبو زهراء سيد أبو زهراء إذا تسمح لي أسأل حضرتك سؤال السيد السستاني هو مثل ما تفضلت حضرتك مرجع ومرجع ديني طيب الممثل المرجعية أو ممثلين المرجعية قالوا أنه المرجعية تقف مع الناس وتقف مع المطالب المشروعة وتقف مع المظاهرات السلمية طيب الحكومة وأحزاب السلطة تقول إحنا قائدنا المرجع السستاني وإحنا نمشي على تعليماته وتوجيهاته طيب المرجعية ترفض مثل ما دايقولون بالخطب مالتهم يرفضون على أساس قتل المتظاهرين وإراقة الدم العراقي ليش هاي الحكومة ما تسمع هذا الكلام من المرجعية وليش المرجعية اللي دا تشوف الناس دا تذبح بالشوارع بعدها ساكته وما طلعت بفتوى تجرم هذه الانتهاكات تدى تصير من الحكومة اللي تقوله صحيح وأجاوضك عاي فضلا بالنسبة للحكومة بالنسبة للحكومة لما نتقول إحنا المرجعية هي أسسنا الثابتة وهي قاعدتنا الثابتة وإحنا نمشي وراء المرجعية هذا الشيء تذب من بعد السماء على الأرض يتذبون على أرواحتهم ومخلين المرجعية مدرجة يمشون حاليا طيب النسبة للحكومة نعم تسمع نخي بس مفالحهم الحامة وهذه الخاصة لهم وهذه طيب خالهم شغلة لا مرجعية ولا يحترفون خلنا قللك إياها ماش أما المرجعية لما تعرف بهم هم هذا وظهرهم هالشكل أي ما يفتون فتوى عليهم يخافون على الناس يخافون على الشعب العراقي هذا يروح عسوى أنه يطلعون بهذه الأمور السهلة تسمعنا أخوة هسا الموجود إحنا بيها شعبنا عسوى أنه يطلعون بغيرها أو إلا المرجعية أنت تدري يمكن كل جمعة أنت تسمحهم والله يا أبو زهراء أبو زهراء إحنا نسأل مثل ما الناس تسأل تقول صار لنا أكثر صار لنا أربعة شهر والدماء ده تسيل بالشوارع والناس ده تذبح والمرجعية ساكتة يعني إحنا حضرتك ده تقول أنه المرجعية ربما تخاف على حياة الناس والناس يومية ده تسقط منها شهداء وجرحة الناس اللي طلعت تريد وطن طيب المرجعية ليش أفتتلعت بالجهاد الكفائي وراحت شباب العراق بهال القتال وبهالمذابح مو المفروض هم ما كانت أصدرت هالفتوى يعني إحنا ليش ليش على فتوى أي وفتوى ريدها يقولون عليها لا ما يصير يعني هم لازم يكون وزن يكون وزن ويكون عدل صح 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 أنا وياك فيها أنا وياك يعني أوافقة الرائب هذا عسنا أنا تدرشي اللي بقلبي أتمنى نعم صالح محمد أنا عسنا أتولف لك هالشكل مو مثلا أنا ميلان أعدي على صفحة سواء للمرجعية أو مثلا للمطالب لا نعم خلنا أقلك شغلة وحدة أنا تدرش أتمنى هاته نعم والله والله هسا أنت ما تسمعني ولا شايفني إلا بالتليفون عسوال الفيات صحيح والله والله يعني يعني ببدي ببدي الليالة قبل الصبح إنه ما يظل منهم ملعنا في باقي النار سواء كانوا بالقوة أو بالمروة أو بالعرج أو يموتون من عبنها الكسر ما هيش ببدي بس ينشون ويولون شاهد الله نعم لكن إحنا شي نقول أنا واي تعبت وياك تعبتك وياك لا عادي كل الهلم الله يحفظك أقولا الريد من مرجعيتنا الرشيدة يحسمون موقفنا نعم يحسمون موقفنا وموقف هاي الشباب اليوم هي جاي تنجي رح وتموت نعم يحسمون موقفنا تسمعني أخويا الفتوى بكلام هم يعرفونه نعم ويوخروننا هالناس هاي الموزي أنا من عبنه يا جماعة ملينا حكومة عبانة حكومة بللتنا بس بوغ بس نهد وهاي الشباب عزيزة حلينا نعم عزيزة يا ساد محمد مو هينة حلينا الشاهد الله شواء كانوا بالغرض أو بالجنوب والله مو هينة حلينا مو هينة أنت تدري مرات تطلع عند مقاطع بالتلفزيون لما نشوف أن موصل موصل ذيشة الحلوة اللي يشنخ نخدم بيها بالجيش صحيح حلوة طيبة ناسها طيبة أرضها حلوة مكاناتها صحيح ما نبنعتهم فندق كلهم ناسي ضيفون ويتلقون الخطار بالهلوة المرحبة فندق فندق الوحيدة المحافظة بالعراق اللي ما نبنى بها فندق ليش لأنه أهلها وناسها أهل كرم وهل طيبة وهل وفة نعم سيد سيد أبو زهراء أنا أشكرك أيضا شكرا جزيلا لك للمشاركة من مدينة الأعمارة معنا خميس من الجزائر الاسم صحيح تفضل مساء الخير مساء النور مساء الخير يا أخي خميسي أهلا وسهلا حياك الله أنا خميس من الجزائر أهلا وسهلا أهلا وسهلا تفضل من فضلك نترح ما شو هذا الأبرار الذين استشهدوا في العراق للحبيب أولا ثانيا ثانيا أجاوب ذلك الرئيس الوزراء الذي لا يسمى عندكم لا يسمى لا أسميه باسمه المستقيل وهو يكذب يقول بأنه السلمين تطوروا بالذات عندكم في العراق 3 شهور نعم 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 في الجزائر عقصة شهور وحد ما مات قصما بالله رصاصة لم تمس إنسان في الجزائر لم يمت شهيد في الجزائر عشرة أشهر قصما بالله ونعنى الله هذيك كذاب لم يحب فعل الجزائر أمامك لكن الجيش الوطني الشعب الجزائري قال كلمته بأنها لن تراق قطرة دم البايحة البايحة هذه الحصة البايحة ما هي مزال ثانيا ثانيا هذا محافظة محافظة مواسط يهدد في الرافدين الرافدين أطهر منك طمضف منك يا قاتل يا قاتل لن تنجو من عدالة ستموت كل كلم ستموت كل كلم أو تحاصف في العدالة ويعطوها تعدل تاريخ الشعنية عن خديثة طيب سيد خميسي خميسي نعم تفضل تفضل ثالثا هذا نشكر الأمة العراقية البطرة التي تحمل سطحات من القرآن كريم وهي محروقة حرق الله أجزادهم كما حرقوها نعم تلك هي ميليشيات إيرانية نعم تأثل في أرض العراق فسادة نسأل الله العظيم أن يرحم شهداء الأبرار وأن ينتقم الله من إيران ومن كل عملائها في أرض العراق الصهر برك الله فيك يا سيد خميسي من الجزائر أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة ولهذه المشاعر الطيبة نعم بالطبع في الجزائر كما تفضلت تتظاهرون لمدة طويلة بشكل سلمي ومشروع وهو حق من أجل بناء دولة أنتم تريدونها بالشكل الصحيح لدينا في العراق الوضع يختلف اختلاف جذري وكبير الجيش في العراق هو يحمي السلطة الجيش في العراق هو لقتل الناس الجيش في العراق هو لإحتضان الميليشيات ولدعمها ليس الجيش فقط الشرطة وكافة الأجهز الحكومية مساهمة في قمع المتظاهرين وقمع الناس عمر من الرمادي تفضل تفضل يا عمر السيد عمر من الرمادي موجود غير موجود طيب معنا سيدة أم عبد الله من بغداد تفضل يا أم عبد الله ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله السحية طيب لحظة الأقناتكم السريفة ولكن لحظة الأقناة الشريف وليس مباركة وليس مباركة إن شاء الله انتصار للمتظاهرين نعم أستاذ إحنا بنقاش في مقتن عصيب الوقت العصيب اللي بيقاش خاصة للثوار من اختيالات من قمع كل في سبيل إنه بقاء الاحتلال الأمريكي عن طريق الحكومة والاحتلال الأمريكي هو اللي ينسلطر على العراق في طول وعلى الحكومة لأن الحكومة مالتنا السريطة ودواسيس وأولاد الأمريكيان نعم خاصة ابن حزب العبادي وابن برهم سالح وابن مصطفى ابناني جرتي ومصطفى كاظمي وصليف المسال طائق السيق طبعا السيق هو اللي كان بالنسبة لهذا الحلبوشي الحلبوشي كلهم في أمسات في عدم أقناع الشيعة بحيث إنه بيت جون كنوج الكوات الأمريكية وكلهم في سبيل بقاء الكوات الأمريكية في العراق وعدم الانسحاب وحتى هذا البديء اللي كان طائق الكيخ كل العملياق العسكرية للطيب والاقتيالات حتى من الشياسين حتى من سليماني كان هو يعمل بها إنه أكبر عميل استعماري والحمد لله وشكرا أنه اليوم تم ضرض أبو إزرائيل من قبل طيران مجهول على حدود السورية العراقية طيب شكرا يا أمو عبدالله أبو محمد ابن الكوت اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبرك أستاذ محمد نهلا وسهلا الحياك الله أهد أستاذ محمد هم هست من يقولون المظاهرين والمظاهرين نعم هست المظاهرين ومشر الحقوق ومنطينها للمظاهرين نعم زين وذا تعال خرج المحتل المحتل إذا خرج المحتل والله العظيم يسوون عبادة بالمظاهرين مطبيعية نعم زين وهذه الحكومة حكومة إيرانية نعم وللحكومة الإيرانية هي هسه جاي وهي والأحزاب تدعم الأحزاب وما تدعم الأحزاب الأحزاب بالشد بالمظاهرين نعم أبو محمد أريد أسألك كيف هو الوضع يمكن بالكوت ألو أبو محمد نعم الوضع يمكن بالكوت كيف هو الوضع الآن اليوم يتعلقنا تراثيين نعم وقبل فترة خطفنا ججلة نعم وهذا يرى ما يقولون علينا ناس يقولون علينا جوكرية وناس يقولون علينا بحثية لأننا هذه الأشبال كلها والمظاهرين الصلعات هي كلها عمرها ما يتجاوز الألفين يعني مواليد ألفين والمواليد ألفين والوعاء على صدام أسير لأنه بجوكرية هم من المظاهرين هم سلميين فالعين نعم هم مظاهرين سلميين بطلق العذب مستخدمين وياهم الطلقات والأتاد الشيء وهي المال الصيف المال الدرات باتشر باتشر دعوات المليونية أبو محمد شلون الوضع التحذرات يومكم أو التحذيرات بالكوت والله إن شاء الله كل الزيان وإن شاء الله نستعدين لساحة التحذير في البغداد نعم إن شاء الله شكرا يا أبو محمد كنت معنا من الكوت أبو زهراء من بغداد تفضل يا أبو زهراء وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أبو زهراء أعجيك رمضا وأعجيك أعجيك على مصر التي جاءنا ثنين طوال أبو زهراء أنا أعتذر منك جدا أيضا صوتك بمشكلة يعني أرجو أن نتعاود الاتصال مرة أخرى تغير مكانك إذا أمكن ربما الشبكة ضعيفة نحن نقدر الوضع بالعراق وموضوع التعتيم على الشبكات والتضييق على الاتصالات يعني غير مكانك إذا أمكن شكرا لك سعد من الكويت تفضل يا أعجيك أولا أستاذ المحتجين والمحتصمين يريدون حل حلول سريعة كذرية عاجلة نعم يمنع غاز المسيء للدموع لأنها صدر أضرار منه كثيرة نعم وعلى بليق وعلى البرلمان والمرجعية حل هذه الأزمة الخطيرة يا أستاذ كذلك يريدون علاج صحي واجتمام وأمن وأعمام في كل موقع ومكان وتأمين حماية للسوارع والطرق وتعويض المزارعين والفلاحين ماليا ومعنويا تحياتي لك يا أستاذ شكرا جزيلا لك يا سيد سعد من الكويت عبدالله بن البصرة تفضل يا عبدالله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نوارك الله سعد هياك الله أهلا وسهلا عبدالله أول مو موضوع بس أنا عمل لحده خضية تفضل ودزيتكم الرسائل أنا مطبي نخطط ونكتل نعم ومازل التخبارات عندهم علم وما سووا شيء يعني التخبارات كامرات في منطقة وهي الخطف ما يكون بقت الحادث نعم وراء ثلاثة أيام طلعوا الكامرات وما سحبوا الكامرات وجئنا تصوير منشوح بس بقت الحادث منشوح تصوير منشوح بس وقت الحادث منشوح هاي تشاعل بقت الحادث منشوح على الرجل الأدلقاء وياك كون مباشرة شيك مباشر يعني لا خاف ولكن نعم اشعي سامل استخبارات وسامل الشرطة اشقل للك الاستخبارات يا عبدالله اشقل للك ما سحب الكامرات اشقل لأنا وطبع لأبو البيت من طبع لأبو البيت ابو الكامرات ما كب الكامرات رأي استخبارات يدوم هذا اكتب الموضوع عنهم وقد قمت علي بقيت الكامرات عندي كتاب القاضي نعم وليس اشعبوا الكامرات ولا اخرجوا ولا اشعبوا التسجيل عن زون الصائر أشعر لم يتوقع لا اشعر لا في الكهرباء يعني كل شيء يعني يعني يحاول أخي عليك حساب الكهرباء ساد الحزيز نعم حساب الكهرباء حساب الكهرباء نعم حساب الكهرباء قال حتى لأروح وشوان قانون على اساس بالعراق ما شاء الله انا صراح مع الوالديك انا ارجع انا شغط رايحان لان اطفل امرحات السنين انا بنخوز لحكي انا بنخوز نعم نعم لا حول ولا قواته الا بالله شكرا يا عبدالله من البصرة والله يعينكم على مبتلاكم يعني واحد شي يقول بصراحة بهاي المأساة اللي داعش به العراق يعني هي الشرطة هي اصلا القوات الحكومية هي جزء من هاي المنظومة التدميرية المقربة الدموية اللي تتدمر بالعراق كبلد وتقتل الشعب يعني ما اعرف شو ابو زكريا من تركوك تفضل الله يعطبك ابن محمد حياك الله انا وسهلا ويحضر العراقين ان شاء الله حياك الله اتركت شور بين العراقين العراقين ماكو تفرى كثيرة نعم ماكو تفرى كبيرا العراقين العراقين المتوعدين وان شاء الله لا ايران ولا امليس ولا احلي على هذول الشباب الفاهلين هذول هذول الولدي هذول في الحياة هذول والله والتنصري الله محمد والله لا ان شاء الله لا حل في ايران ولا عيشي بالنقلة والرسولة واندعي شباب العراق الله الله يحفظه 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 واندعي شباب العراق الله يحفظه واندعي شباب العراق نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود بقمعنا اعتقل عليه من قوات الشغب وقوات غير معروفة من الساعة اثناش الظهر وتم فك من قوات غير معروفة من العملاء الشغب وغيرهم في الساعة بالوحدة مسائل من التصف الليل واحدة واربعين دقيقة اليوم خميس ثلاثين واحد محمد شنو تسولك كانوا حاصرين الدكتورة شارع بالوثبة بالوثبة حاصروا الدكتورة من حاجاتهم جواحي من الشغب ضررني كله بيخوضه مالي وربطان بالزناديل السحلوني بالقوات السوات ضلوا تسعارات عارجة يضربون بها يضربون بها كيبلات ونتري يضبوا عليه مي يعني تم تعذيبك من كافة الانوار التعذيب نعم وبعد شنو سوى لك سحلوني السحلوني من سيارات من قوات السوات فوش الطوارئ الى السيارات التحادية ضلوا واحد بمبية وربطة وعدية مثل ما جاي يشوف في السيارة وضلوا بدقوانها ظهري بالكابلات بالدوقيات زين انت مظاهر سلمي لا شايل مثل هاي السوال في مال هذا نعم بالطرق العلم بس وكسروا هذا البطل القزيز وبدأوا يزينون بك بالبطل القزيز هيا خلنشوف احنا اليوم شنو مكان التعذيب مات شوفوا الله اكبر شوفوا هاي ستشات شينو حتى برجلهم ما تدين علي دعوة يعني غير حسب الله ونعملوكين ما نعرف شنو هذا نوع التعذيب يعني هو الشاب هم حالا محالا تابعتم مشاهدين الكرام ماذا يفعل بالشاب العراقي الذي يطالب بحقه والذي يحاول ان يدافع عن بنت بلده شاب حاول ان يدافع عن طبيبة مسعفة ضمن الكوادر الطبية الموجودة في ساحات التظاهر تعاني من مضايقات من القوات الحكومية ويعني حاول ان يساعد لكنه تعرض الى هذا التعذيب وهذا الضرب وبشكل همجي من القوات الحكومية من القوات التي من المفترض ان هي التي تحمي وهي التي تحافظ على ارواح البشر على ارواح العراقيين وعلى ممتلكاتهم هي التي تقوم بهذه الاعتداءات ما الذي تركوه للميليشيات اذا كانت القوات الحكومية هي التي تقوم بهذه الافعال ابو ياسين من بغداد تفضل يا ابو ياسين تقدم الاتصال من معنا الان سيد سعد من السعودية تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا اخونا المقدم بارك الله في هذه القناة المباركة وعملها والله العظيم والحمد لله انتم على خير ان شاء الله وما اصابكم ان شاء الله الا من اللهم ان شاء الله ان شاء الله بمره اللي ما تناع معينا اما نصرا او شهادة وهذه احدى الحسنية وتاني شيء هذه الحكومة ما في امل منها ما يرجى منها اي شيء اسمه اي اصلاح ولا اي هذه الحكومة الفاسدة هذه والطغمة الفاسدة منتهية والحين الوضع عندهم من همر والحمد والسلام والشفاء والله هذه مقطع قلبي هذا اللي اخذ ماسكينه الحاله اعزل عالمه يرفع عالمه يطالب حقه كده مطاع عينينه في رقبته ومطاع عينينه في السادس والله لا يوفق وشيء ثاني الله ينعن لا يوفق كل من حق سفارته في البلد هذا الابقى سفارته في هذا البلد على حساب دماء الشفاداء ودماء الشعب هذا الشريف والله لا يوفق كل من ابقى سفارته في هذا البلد على حساب دماء الشهداء والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله شكرا جزيلا يا سعد كنت مانا من السعودية ابو عبد الله من لندن تفضل يا ابو عبد الله ابو عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية لك ولقناة الرافدين وسائل المشاهدين أخي أخي محمد أيضا أنا أعيد وأكرر يعني أنتم قناتكم الموقرة وفضائيات أخرى أنا أتحدث بخصوص المرجعية طبعا بخصوص المرجعية همام حمودي طبعا كطرلماني عراقي صورة وفوت ونقلتموه همام حمودي كان يقول الحرية التي يعني على الشعب العراق الحرية الذي أنتم فيه يحسدوكم كثير من دول الجوار صحيح رجل معمم صحيح ولا لا رجل معمم رجل دين طبعا جاءوا أنا قضي هناك تناقضات شديدة على الجاحة العراقية رجل دين عندما يربطون نفسهم عقائديا بالإمام حسين وطبعا عندنا الإسلام مرجعينا القرآن والسنة وإمام خسين مرجعنا وإمام علي المرجع وأمر وأبو بكر كلهم طيب عندما يتحدث همام حمودي يقول الحرية التي أنتم فيه أي حرية الآن على أرض الواقع من ألفين وثلاثة من ألفين وثلاثة هل بلطوا شارع هل بنوا مدرسة هل بنوا يعني هل عملوا مستجمع ولا دولة مثلكم يا أبو عبد الله طيب هاي المقارنة ولا دولة مثلكم يعني قارن العراق مع من يعني ولا دولة يعني أنا حتى ناجيري أحسن من بلدنا والله شيء يعني عندما نرى على شعبنا المظلوم يعني رحكوا على الشعب يعني قلوبنا تتخطر دم يا أخي محمد الظلم والقتل وتشريد الشعب الآن عندما يطلب بحقه لكن المصيبة معمم يربط نفسه بالإمام حسين فأنا سؤالي يعني هل إمام حسين إمام حسين كان يطلب يتحدث بأعلى صوته من الناس وكذلك عمر وأبو باكر وعلي فلماذا يعني المرجع هل حرام يطلب نريد نقيم المرجع هل هو موجود فعلا لماذا لا يخرج علشان الناس يعرف الحقيقة الحكومة يعني الحكومة التي جاءت من باركة المرجعية الحكومة صرخوا الشعب العراقي يعني صرخوا البليارات وقتل وجوعوا وينقلوها إلى إيران يعني هذه شيء كالثة فلذلك الإسلام الحقيقي يعني الإسلام الحقيقي يا أخي محمد الله عز وجل يقول إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا على أُمَّةِنْ وَإِنَّا على آثَارِنْا مُخْتَدُونَ كان الله قال في القرآن قال أولو كان آباؤهم لا يعطلون شيء أنه يحتدون فلا يجوز إنسان الله أطاك عقل فلا يجوز إتباع أعمى بالجهل يعني تقول خلاص أنا أبوي كان هذا الدينه أنا أمشي على هذا الدين لا أنت إنسان الله أطاك عقل بين الحق والباطل فلذلك الآن انكشفوا أنا قضي الآن همام حمودي وعالي العبد المهدي كلهم كشفوا الدجالين إمام حسين في وادي وهؤلاء القوم في وادي أخي يطلعون دائس المساكين يربوا الأبوال في القبر ويجمعها المرجعية والمساكية أعطيها لأصدقائه ولأتباعه فهذه الكارثة شكرا يا أبو عبد الله من لندن أشكرك للمشاركة أبو أيوب من السليمانية تفضل يا أبو أيوب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ العزيز هذه تعزينا كل الأبطال أو شهداتنا العراقيين نعم وأحنا جلبنا وياكم من السليمانية وأحنا شباب السليمانية جلبنا وإيدنا وإيدنا وياكم نعم وهذه طبقة السياسية لا تسمون طبقة السياسية طبقة الخائنية هم كل ضباط الإيرانية القبض كل خائن من من الخيانة ضد الشعب العراقي وهو الجيش العراقي هؤلاء الخائنين أتمنى من شعب من رب العالمين يفتحهم ويناسر ثورة العشرين معلتنا وشورة العراقية ومن جاوبنا من رب العالمين إليكم شكرا يا أبو أيوب شكرا لك كنت مانا من السليمانية على هذه المشاركة أبو أسيل من بغداد تفضل يا أبو أسيل أبو ياسين تفضل يا أبو ياسين السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا أكل أبو ياسين أخي أخي كل هذه السياسيين ورجال الدين أنا هذا رأي تسمح لي كلهم من تفقين انتفاق واحد لإطاحة العراق وشعب العراق وهذا واضح شفناه من 2003 لحد الآن أكو واحد بهم شبخ شبخة إيجابية لصالح العراق وشعب العراق نعم يفكرون بها مية بالمية يكون بها أذية للعراق وشعب العراق أخي هذا حق حتى عندك هذا مقتده هذا مقتده يجعله كواجهة شنو يقنع الناس الضعفاء ما يقنع الناس الوطنيين بس الضعفاء فقط يقنعهم إنه هو رجل دين ورجل شيعي وما أعرف شنو وأبو ما أعرف شنو فهذا يقنع الضعفاء هذا من من 2006 يتسوه ربعة هذا مقتده خاف الناس تنسيت بس الناس الزيانة لا تنسيت يتسوه حرق الجوامع حرق القراعين وحرق الجوامع مال بياه ومال العامرية هاي الميليشيات مالته ودمر الدنيا اللي بيع فليت تغطاتلينه اللي يشرب جقارة تغطاتلينه وسيطرات وهمية هو كل شي يبري دوم من نسمون سيطرات على طريق مال العامرية شكوا واحد سن ياردقوا لها يكتلونه شنو هو هذا شنو اللي يسوه وأريد أحذر الناس خاصة لإبتاحة التحرير وبكل محافظة التاريخ معروف يا أبو ياسين ولا يحتاج العراقيون يعني التذكير أكيد ينفع ولكن العراقيون يعرفون من هم الطائفيون ومن هم الذين أشعلوا الفتن الطائفية ومن هم الذين أوجدوا الميليشيات من هم رعاة الميليشيات في العراق معروفون يعني لا يحتاجون إلى وصف أكثر يعني هذه حقيقة واضحة لكن الأيام اللي مضت كشفت مقتد الصدر على حقيقته أكثر لأنه كان يعني يبين أنه هي الشعب ولكن حاليا حقيقة الكل أصبح على علم بحقيقة هذا الشخص نعم استاذ محمد اللي كشفه رب العالمين نعم كشف هذا الرجل أنه رجل دجال أفو ورجل ولاعة لإيران فقط وليس للعراق نعم فأرجع للمتظاهرين أقولهم احذروا من هذا الشخص هذا إذا ركب الموجة يسلمكم بيد الأعزاب ويصفونكم ما أحد واحد ظلوا مستمرين وإن شاء الله نهاية هذه الثورة إن شاء الله تحرير العراق شكراً يا أبو ياسين كنت معنا من بغداد شكراً لك معنا أبو حيدر من بغداد الآن أبو حيدر تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا من الضجار أخي أبو حيدر ألو نعم تفضل يا أبو حيدر حياك اللي بس ألت أقول هاي حوبة هاي المتظاهرين وين تروح نعم ألو وياك أبو حيدر بس قل لي هاي حوبة المتظاهرين وين تروح يعني هلت هذا الرجل اللابني الولد بعض الطفل الشاب بالحياة حتى الجيان هذا والتعذيب هذا ليك نعم نعم ألو وياك يا أبو حيدر بس اسمح لي يعني هذا العذاب هاي المتظاهرين وذول الناصرية الشرفاء اللي داي عذبوه القوات الحكومية يا أبو حيدر اللي داي عذبوه القوات الحكومية المفروضة اللي هي تحميه ما أبقى حماية أخي أسهنانا تعالانا يا سامي قاعد الإيجار قاعد مؤجر وشوف المؤتظة شوف مخل له أحد هذا المؤجر الما عنده رحمة يهدد هو من طاعة السنية ويهدد ويهدد بخلان وعلان وغيره 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 أخي بعد ما ضلت ليه كل من يحكب كيف تمام أنا أشكرك يا أبو حيدر كنت معنا من بغداد شكرا لك نقرأ بعض الرسائل مشاهدين الكرام أحد المشاركين يقول شوارع طهران تمتلع بصور قاسم سليماني تحت الشعار جزار سوريا والعراق قاتل الأطفال وأرسل لنا صورة عن هذا الشيء وصورة لحقيقة رسمة على جدار يبدو طبعا باللغة الإيرانية لدينا رسالة أخرى تقول تحية حب واحترام لقناة المفضلة الرافدين يقول الرافدين بالصدارة رسالتي إلى محافظ واسط التابع للفاسد مقتدى ورغما عن أنفك وأنف أسيادك تبقى الرافدين منبر الأحرار وصوت الفقراء والمظلومين على عناد المضغوطين الحب الرافدين شكرا لك رسالة لدينا تقول أحمد الخرساني من بغداد عندي مقطع فيديو عادي أدزالكم أخي أحمد متاح لك أن ترسل ما تشاء ونقيم طبعا المقطع إذا كان يعني يسمح بعرضه على الشاشة طبعا بالطبع سنعرض شكرا لك يا أحمد رسالة من أم عادل من الرمادي علق على الأخة من صلاح الدينية اللي تقول على أخي اللي طالب أهالي الأنبار بالتظاهر وتقول زلمنا راحة وصحيح زلمنا اعتقلت من السيطرة الرزازة ومن الصقلاوية ونطالب قناتكم الشريفة ريد نعرف مصير زلمنا وين من الرمادي وصلاح الدين ومن نينوة ريد نعرف مصيرهم وشكرا لقناتكم الشريفة شكرا يا أحمد عادل والله يكونوا بعونكم على هذه المأساة حقيقة موضوع للمختطفين والمعتقدين كارثة كبيرة حقيقة في العراق نجلاء من كاركوك تقول أقول حسبي الله نعم الوكيل على حكومة دمرونة المريض مشكلة كلها بسببهم نجلاء من كاركوك شكرا يا نجلاء لدينا رسالة أرياء من الأردن ترسل التحايا للطلبة وتدعوهم للاستمرار بالإضراب لإسقاط الحكومة لدينا رسالة تقول السلام عليكم تحياتي لأختهم عبدالله من العراق حينما تقول العراق مثل الخيل العربي الأصيل أحمد من مصر شكرا يا أحمد تحية للقناة والرحمة على الشهداء الساحات والخزي والذل للذيول كذا يا مقتدى ويا عامر الصغار محمد حسن من الأهواز شكرا يا محمد رسالة تقول محمد العساوة من بابل طبعا جاي تصل على حضرتكم لكن ما قدر أحصلكم حاولت هواية المهم أريد توصل صوتي هذا مواطن فقير يريد الحكومة تسمع صوته الأول مرة يعني إحنا إلى متى نظل هيتش مو شباب وحقنا نريد نعيش حال هاي العالم العايشة ليش الناصرية هيتش يتهجمون عليها مو بشر هم شنو صار جرم من طالبة وبوطن إحنا ما عدنا وطن مو حقنا نطالب بي لغلطانين ليش الحكومة دا تسمح بالضرب المتظاهرين مو الله موجود وباشر شي يقول له مو حرام هذا زين سلطة القضاء شن دورها ليش ما تشكل مجلس تحقيقي من خلاله يحاسبون اللي سوا وهيتش والله ملينا شنو الذنب نحن طيب رسالة تقول محمد من قضاء الطارمية السلام عليكم إن شاء الله بشائر النصر قريبة والفرح قريب ويصير العراق أجمل البلدان تحياتي لقناتكم شكرا يا محمد يقول السلام عليكم أخي أنا حبي أتجاوب الأخ اللي اتصل من العمارة الإنسان ما محتاج أحد يقوده لأن الإنسان الله مكرم بالعقل وانتوا جاي تشوفون المرجعية مع الحكومة جاي تقتل الشباب وانتوا واكفين تتفرجون والساكت عن الحق شيطان أخرس والدفاع عن الوطن المجروح ما يحتاج فتوى ولا الدفاع عن قتل الشباب والبنات محتاج فتوى والحق بين والحق بين والباطل بين وأحب أقول شي مهم الوحيد اللي هو قدوة المسلمين هو رسول محمد صلى الله عليه وسلم وقال بيته الطاهرين فقط أمزينا من كندا شكرا لك طيب طبعا مشاهدينا في ما تبقى من وقت عادل الزرقاني محافظ واسط اللي يكتب عن نفسه عن محافظ واسط بالوكالة إلى نيأتي محافظ جديد مثل عادل عبد المهدي اللي ماشينا على نفس الموضوع عادل الزرقاني يتهمنا بالتلفيق يتهم قناة الرافدين بالتلفيق وتزوير ويعني إنه إحنا نحطه بتقاريمنا معلومات غير صحيحة عادل الزرقاني محافظ واسط أهالي المحافظة مدينة الكوت ومحافظة واسط طالعين بتظاهرات وديطلق عليهم الرصاص لو هاي المحافظة متمتعة بكهرباء وبمي وبخدمات وبأعمار وصحة وتعليم ومستشفيات وغيرها من مقاومات الحياة اللي هو كمحافظ عنده سلطة نسويها ما تشان طلعوا المتظاهرين بواسط بهذه التظاهرات لا تحجي ألينا ولا تزايد على وطنيتنا ولا تحاول تبين احنا من وانت من وانت تابع إلى التيار الصدري ومعروف ما هو التيار الصدري وما الذي فعله بالعراقيين وكيف رد العراقيون عليه لا نحتاج إلى هذه الملاحظات يعني صراحة احنا حتى أشهرناك بهذه المعلومة قناة الرافدين لا تحتاج إلى هذه المحاولات البائسة من البعض لتشويه صورتها ونحن لا نزور حقائق أنتم لا تحبون الحقيقة وتعتبروها تلفيقا لو قدمت شيء لمحافظة واسط لما خرج عليك الناس ولما خرج المتظاهرون بشكل عام في المحافظة طبعا مو بس أنت ومقتد الصدر وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدين الكرام أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة